مرحبا أصدقائي في قناة العافية التقنية أصعد الله وقاتكم في كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا من فترة جربنا حلول كتير بخصوص إعلانات التخريبية واللي من شأنه عم تحدفت تطبيقاتنا على جوجل بلاي كونسل تمام طبعا هاي الحلول ما أثمرت وأنا من الناس اللي جربت هاي الحلول إشي زبط إشي ما زبط إن حتى لو زبط تلاقي بعد فترة جوجل بشيك التطبيق وبحث لأنه بشوف إنه إعلانات فتح التطبيق مع إعلانات تاني عم في تضارب هلأ شو بمقصود بالإعلانات التخريبية لحتى أنتو تحطوا بالصورة أحطكم بالصورة بالضبط شو هي الإعلانات التخريبية الإعلانات التخريبية هي الإعلانات التي تظهر للمستخدم وهو لسه بعده أو خلينا نحكيها بالعرب فصحبتيش أحكي بالعرب العامية هو لسه بعده ما استخدم التطبيق هون جوجل وروبوتات جوجل باعتبروها إنه هذا إعلان تخريبي لأنه استخدم بعده ما استخدم التطبيق بشكل عام هلأ شو اللي صار من فترة شهر ونصف أو شهرين صار فيه تحديث على إعلان فتح التطبيق والمشكلة إنه جوجل وآدموب ما بعتوا إشعار بها الموضوع ولا حتى تنزلوا سياس جديدي ولا حكوا إنه يا جماعة لا إحنا عنا نفتح التطبيق عندنا على سياسته فلذلك لاحظنا مؤخرا كثير ناس عم بنرفض له التطبيقات وعم بنحذب له التطبيقات وعن بحطوا الحق على موبيزي موبيزي نفسها ما كانت عارفة إنه في تحديث لإعلان فتح التطبيق لحتى إنتوا تعرفوا وتكونوا بالصورة أنا يعني صدقا ما كنا عارفين وأنا من الناس اللي ما كنت عارفة تمام؟ آآ وبتلاحظ هون إم صارة الله يزيل خير شو حكت؟ سبب المشكلة الرئاسية في إعلان فتح التطبيق هو سياسة جديدة نزلوه على بإعلان فتح التطبيق Show your first show your first app open ads after your users have used your app few minutes شو يعني هالكلام؟ يعني بمعنى إنه يجب أن يضع إعلان فتح التطبيق بعد استخدام التطبيق عدة مرات هلأ مبيزي انتبه لهذه النقطة لأنه أصلا هي نزلت سياسة هاي ولكن يعني بس هذا السطر خرب الدنيا شفتوا هذا السطر؟ هذا خرب الدنيا نزلوه بسياسة إعلان فتح التطبيق جديد يعني من فتحة ولكن ما حدا عارفه حتى جوجل نفسه ما بعد إشعار ما بعد إنه والله غيرنا بالسياسة غيرنا بالإعلان فتح التطبيق كيف يطلع بالمستخدمين كذا كذا فلذلك مبيزي شغالين على الموضوع إن شاء الله خريبا بنزلوه تحديث بحيث إنه إعلان فتح التطبيق يتماشى مع السياسة تقول جديد المهم ولكن هذا لا يعني إنه مبيزي ما بتعد ساكت لحتى تشوف حل لهالموضوع نستنى تحديده جديد مبيزي شغالي يا جماعة الخير مبيزي شغالي 24 ساعة ما تفكرهم يعني أنا للناس اللي بتنتخد مبيزي احترام للجميع طبعا ما تفكر مبيزي هامين ما تفكر مبيزي مش سألنين فيكو مش سألنين بالمستخدمين مش عارفين إنه إنتوا عم تدفعوا دم قلبكو كلمان الاشتراكات عارفين إن هذا الشيء وصدقوني فهمين وعارفين وشغالين عن المواضيع هاي كل هاته ولكن بتفهم صديقي الموضوع مش بيوم وليلي بخلص الموضوع مش بيوم وليلي إنت عن تحكي عن التطبيق وليس موقع الموقع أي موقع وورد بريس تعال بعملك إياه خلال أنا لو مبرمج وورد بريس موقع وورد بريس أي مشكلة أي أي إشي بالموقع بتخلصه خلال اليوم لأنه موقع كله أكواد سهلة جدا بتتزبط تمام ممكن في مواقع كابتوكل أكتر أنا عارف يومين ثلاثة أسبوع شهر ولكن أنت عم تحكي على تطبيق تطبيق مبرمج متل مبيزة عليه مليون مستخدم وأكثر مليون وخمسمائة ألف صار وشتركات وسيرفرات وداتا وألف قصة وقصة بها التطبيق هذا اللي أنت شايفه سيمبل فلما بدني عدله كود معين أو إشي معين بالتطبيق يتماشى مع سياسات جوجل أو يضيفه تحديات شديدة ما بتخلص بيوم الليلي ما تفكر إنه الموضوع كن فيكن فرجاء رجاء رجاء افهموا هذا الموضوع حطو براسكو رجاء مبيزي محترام للجميع بس أنا بالنسبة إلي كأبو لارا من إدارتها لا فريقها لا لا أستاذ حسن حلبي لا أستاذ حامل قويسين أستاذ محمود بشكل عام ام سارة ناس سكرة والله العظيم إنه عارفين شو عم بيصير ومساكتين مساكتين لحتى أنت تعرف أنا مشان ما توجي تقول أنا بطبل لموبيزي وكثير الكلام اللي بظلين ينتشر لي بالكومنت بس حل واحد يحكي الإله اللي عليه جماعة شغلين ولكن الموضوع ما بيخلص بيوم وليلي ركزوا على جملة موضوع ما بيخلص بيوم وليلي كل هاي التحديثات جاي ولكن إنت عم تحكي عن تطبيق مبيزي هذا مش سهل هاد عليه مستخدمين عليها سيرفرات عليها ألف قصة وقصة أنا مش مبرمج ولكن أنا بعرف إنه في شي اسمه سيرفرات بعرف في شي اسم داتا بعرف كتير أمور أنا بعرفها يعني محسب خبرة بالتطبيقات وهم بالحياة بشكل عام المهم مبيزي لا أتحل جازلين له الموضوع مو حلين الحل الأول شغلين عليه منشان تحديث التطبيق يتماشى مع سياسة آدموب هاي شلونا يعني حطوها عجانب تمام الحل التاني المبيزي بتحكي لكم يا جماعة لما تحط أنت مثلا تطبيقك نرفض ونحذف مشان وحدات الإعلان التخريبية بتروح على الوحدات الإعلانية طيب أنا مثلا هاي وحدة الإعلانية تمام أنا هذا التطبيق نحذف خلينا أقول مثلا هذا التطبيق نحذف نسميه واحد مثلا تمام هذا التطبيق نحن خلينا نقول هذا الاعلان مثلا بتروح هون على كل وحداتك الاعلانية بتعمل زي ما بعمل بالزبط خلينا اروح لك على وحدة وحدة هادي هنا طبعا انا عندي تخفيض نروح على واحدة واحدة وتروح على وتروح على وتوماتيك ريفرش تضغط عليها تعمل كاستيمايز لا عفو مش هاي مش هاي سوري سوري اه تروح على بتعرف احنا عنا المحسن عنا اليدوي وعنا بديش الاعلان بتطعب من مرة هاي طبعا انا القادم هو طعب الانجليزي ولكن هو بالعربي كل ايه كل ايه المحسن واليدوي او كاشيا يطلع النهائين فانت شو بتعمل بتروح على بتقول له انا بدي اياه تحط الف دولار بتحط الف دولار وتحط سيف خلص تروح على الاعلان اللي بعده تعمل اد يوني انت عندك الاعلانات خلينا نقولك اعلانات خلينا نضيفين مثلا جانا اقول لك انت شو تعمل تو وبالنسبة لهاي النقطة حكيت فيها ما تحط هون صح لانه هاي الوساطة هاي للمزادات ما اننا علاقة فيها نحط create اد خلينا نجرب حط done او خلينا نعمل create ثاني اد نحط reward عط ثلاثي مشان انا عارب فاهمك شو تعمل بالزبط يا عزيزي create اد يونيت نحط create اد يونيت نروح على اعلان فتح التطبيق نحط select نكتب open او اعلان فتح التطبيق دعوني نقول فردا هادا التطبيق اللي نحطhf دعوني نقول فردا هادا التطبيق اللي نحطhf تمام احنا وين ما ضيفنا اعلان لبنر اه ضدنا قلتلك بتروح اللي خلصنا من اعلانže بنا اعملنا مروح على اعلان هذا نحطhf تمام انحدف ركز معي ركز معي بعد ما تحد بعد ما تعمل تعديل هذا التعديل بتروح بترفع تحديث على جوجل بلاي للتطبيق اللي انحدف بسبب الاعلان التخريبية تمام وبعدين بقولك شو راح تعمل عندك هذا الاعلان تروح تختار اخر واحدة وبتروح على او اليدوي وبتحط هون مبلغ الف دولار خمسمائة دولار وتفرد وبتحط صح خلصنا خلصنا نيجي على خلصنا نيجي على الاعلان مكافأة شو في عندك اعلان ضيفة بتعملها يا عزيزي بتحط مانيول بتحط هون رقم خيالي مثلا خمسمائة دولار هلا بفهمك ليش هد هيك اوبن اد ادفانس سيتنجز حط مانيول فلور او الاعلان اليدوي بتحط خمسمائة وبتحط سيف خلصنا هذا التطبيق انحدف اعتبر هذا التطبيق يا عزيزي تبعك اللي انحدفه هاي هاي شو الاعلانات تعيته بتروح على اد موب بتروح على اد يونيتس وبتعدل هاي الخيارات بعد ما تعدل هاي الخيارات تركز معي لهاي الجملة بتروح على جوجل بلاي كونسول وبتعمل بلد من موب بيزي او بدون ما تعمل بلد من موب بيزي بترفع تحديث على جوجل بلاي انه بتبعث له تحديث على جوجل بلاي كونسول لما جوجل بلاي كونسول يراجح تطبيقك بشوف انه ما صار فيه تضرب الاعلانات مباشرة بوافق على تطبيقك تستنى عليه شوي ما دغر يتعدل تستنى يوم يومين لانه خلص التطبيقك توافق عليه شو بتعمل بترجع على هاي الوحدات الاعلانية بتروح هون تروح على جوجل اوبتومايزد وبتعمل سي منرجعها زي ما كارت فهمنا يا عزيزي وين الفكرة الفكرة انك انت تعدل بالوحدات الاعلانية زي ما هلأ شفت بس ترفع تحديث ويتوافق على التطبيق مع اعلان فتح التطبيق يتوافق عليه تصبر لك شوي ترجع على الوحدات الاعلانية وبترجعها زي ما كانت وتأكد انه ما هينحدف التطبيق والامور هترجع سليمي بي بالمية وهذا الحل مجرب مع اكتر من شخص هو شخص اعطانا هذا الحل مام لا نذكر اسمه الله يزير خير ويبارك فيه تمام هذا الشخص هو يجربه بنفسه على تطبيقاته وهو يجربه مع اكتر من شخص ونجح معهم هذا الحل هذا الحل بناش نقول النهائي ولكن الحل الموجود بين ايدينا لا 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 الحل موجود بين ايدينا لعبين ما مبيزي ينزلوا تحديث سبع اعلان فتح التطبيق اللي هو اصلا جوجل ما عرفتنا فيه ولا احنا عارفين فيه ولا اي حدا عارف فيه نهائيا ولا اي حدا اصلا عارف ليش هيك عم بسير يعني نقول لك علانات تخريبية كله بحط الحق على مبيزي ولكن اللي صار فيه تحديث جديد اعلان فتح التطبيق اللي هو بس سطر واحد يا اعزائي وما كان حدا عارف فيه وعرفه فيه ما شاء الله عليهم الموجودين والشغالين في مبيزي اصلا هو مذكول سطر هيك بس فلذلك لأينا حل اللي هو هذا الحل المناسب حاليا على بين ما مبيزي تعمل تحديث لا اعلان فتح التطبيق مثل ما يتماشى مع سياسة جوجل الجديد اللي حكينا فيها سابقا ما بننطول عليكم بالفيديو ولكن هذا هو الحل الجذري والمثالي لا استرجاع تطبيقك على جوجل بلاي بتروع الوحدات الاعلانية بتعدل عليها زي ما شفت بتروع على يدوي وبتحط تكلفة ظهور الاعلان عالي مشان اللي بقول ليش انت حطيت هذا المبلغ بتحط تكلفة ظهور الاعلان عالي طبعا المعلنين مش هيجي ولو يتبعها المبلغ فلذلك لما تحط تكلفة ظهور الاعلان عالي تطبيقك قليل جدا ما الاعلانة بتطلع فيه فجوجل ما حينتبل هاي النقطة وحيوافق على تطبيقك ولكن ما تتركها زي ما هي لانه اذا تركتها زي ما هي هذا التطبيق عمرو ما بيجبلك ارباح اتفعنا بس يتوافق على التطبيق تصبر لك يوم يومين ثلاثة ترجع بتعدل هاي الوحدات الاعلانية والامور ان شاء الله تمشي متل ما بدنا وهذا جوجل وما ادراكه ما جوجل والله يعطيهم العافية موبيزي جابونا هذا الحل المؤقت او خلينا نقول الحل المثالي او مش النهاء اي خلينا نقول الحل المثالي لما مشكلة الاعلانات التخربية وحذف التطبيقات من جوجل بلاي كونسور بتمنى نكون فدناكم بالشرح وهذا الحل بناء على يعني طلب ادارة موبيزي بناء على طلب ادارة موبيزي بموقرة ادارة موبيزي الله يعطيهم العافية الصرحولي انا كابولارا وقناتي احكي بالموضوع واشرح الموضوع كان هما فين ينزلوا بوست على الكورس خماسي اعتقد حينزلوه ولكن قالولي يا ابولار اتفضل اشرح النهض الحل على قناتك حتى نحكي للناس ونعطوه للناس جهودهم مشكورة ازاكم الله خير وشكرا موبيزي شكرا ادارة موبيزي شكرا ادارة موبيزي شكرا ادارة الكورس خماسي شكرا امسارة شكرا للجميع وشكرا للشخص اللي اعطانا هذا الحل الله يبارك فيه وان شاء الله الامور بتمشي وحطولي بالكومنت بعد ما تعملوا هذا الحل وترفع التحديث على جوجل بلاي ويتوافع التطبيق ويمشي الحال بدون ما تحدف اعلام فتح التطبيق يا عزيزي جزاكم الله خير نوقعكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومبيزي للأبد اشتركوا في القناة